اشتركوا في القناة الوسطى وكذلك الشرقية حتى خلال يوم الغد الامطار ستستمر في التساقط تقريبا على كافة المناطق الشمالية السحية وكذلك المرتفعات الداخلية لكن الامطار تكون رعدية معتبرة على شكل زخات ستخص الواجهة السحية الوسطى. هبوب رياح قوية على السواحي الغربية تصل لغاية 50 كم في الساعة. بعض الامطار غير مستبعدة كذلك على منطقة تيندوف منطقة الصورة شمالي السحرة ومنطقة الواحد. 3 درجات خلال هذه الليلة على الصيف 7 درجات على الجلفة نفس المقياس على باتنا 10 درجات وهذا على العاصمة 14 درجات على تيندوف 15 درجات على إنسالح وإليزي 16 درجات على أقصى الجنوب أما خلال ظهيرة الغد تراجع لدرجات الحرارة على كافة المنطقة الشمالية لن تتعدل 20 درجات على السواحل تنخفض على المرتفعات لتقارب 13 درجات على الصيف 17 درجات على بسكر المغير وتقارب 13 درجات على أقصى الجنوب أما البحر يبقى كثير الهيجان على السواحل الغربية والسواحل الشرقية حتى رياح قوية تترحمها بالخمسين لغاية 60 كم في الساعة بحر مضطرب على السواحل وسط رياح مهتدلة لن تتعدى 40 كم في الساعة وقت غرب الشمس لبداية الأسبوع إن شاء الله خلال يوم الغد على مصر العاصمة سيكون بحول الله في تمام الخامسة و 32 دقيقة أمسي طيبة في أمان الله